طيب أشرك سيد سيرجي ماركوف ضيفنا من موسكو تصريحات المسؤولين يا سيد اليوم كانت تتمحور في إطار رسائل حول ضمان هزيمة روسيا وليس حتى التركيز على ما يسمى بانتصار أوكرانيا فقط الحديث عن هزيمة روسيا أو أن تدفع روسيا ثمن الدمار وهذا لافت لأنه على الجهة المقابلة في السابق قال الرئيس بوتين أن أوكرانيا والغرب بدأوا الصراع قبل وقت طويل من إرسال القوات الروسية إلى أوكرانيا وبدء هذه العمليات في فبراير من العام الماضي ولذلك من يرى الدعم الغربي لأوكرانيا يقول أن بوتين ربما كان على حق أو يكون على حق لأنه من الواضح أن روسيا أصبحت هدفا للغرب والناتو والحديث يتمحور حول هزيمة الجانب الروسي أسألك هنا هل تورطت روسيا بهذا الصراع أم تورط الغرب بدعم أوكرانيا في صراع قد لا يحسن لصالح الغرب أو لصالح أوكرانيا حتى أولا أريد أن أقول بأننا نؤمن بقوة بأن أوكرانيا تحتاج إلى مساعدة والغرب وبلدانه لا يعطون أوكرانيا المساعدات اللازمة عندما يعطون هذه الأموال فهم مثل الذي يعطي الكهرباء لهذه الأجهزة لكنهم لا يعطون المساعدات الحقيقية هذا ما تقوم به الدول الغربية يستعملون الموارد الأوكرانية ويدعون أنهم يدعمون أوكرانيا ولكن هذا الدعم ضد روسيا أوكرانيا تحتاج إلى مساعدات نقول يجب أن تتوقف الحرب مباشرة ويجب إخراج كافة القوات والآليات الأجنبية الموجودة في أوكرانيا ويجب إزالة حكومة زيلنسكي ومسؤوله المجرمون الفاسدون ويجب استبدالهم بحكومة أوكرانية ديمقراطية تعلمون بأن هذه المعايير معايير ديمقراطية بسيطة جدا في أوكرانيا الرئيس السابق لأوكرانيا التخب ديمقراطيا ولكن قامت المخابرات الأجنبية بدعم انقلاب عليه في أوكرانيا وكانت هناك انتخابات لم تكن انتخابات ديمقراطية حقيقية بكل تأكيد إضافة إلى ذلك نحن نؤمن بأن هذه النقاشات في هذا المؤتمر ليست لتمويل الاقتصاد الأوكراني بل لسرقة الموارد الأوكرانية وسرقة الموارد الروسية وإضعاف الجيش الروسي فهم يعطون هذه اليوروهات من أجل دعم غير مكتمل ومعظمه يجب أن يعود للروس ويجب أن يعيدوا ما سرقوه للشعب الأوكراني وللاقتصاد الأوكراني من أجل المستقبل